صباح الفل على كل حبيبنا الأهلاوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام النهاردة نحن نقدم برنامج يلا يا أهلي ده أول برامج الأهلي أونلاين تي في اللي هنقدمه هنا من ملعبنا عايز أقول لكم عن مدى إحساسي بالفخر ونواقف هنا في المكان دوت بقدم مباراة من ملعب فريق أحلامي النهاردة عندنا مباراة الأهلي وأسوان في الجولة العشرين من الدور الممتاز يلا بينا مباراة النهاردة في الجولة العشرين من بطولة الدوري هتتلعب الساعة 9 بالليل إن شاء الله على أستاذ القاهرة والستوديو التحليلي هيكون على قناتنا قناة النادي الأهلي الساعة 7 مع الكابتن أيمن شوقي وديوف للستوديو التحليلي بنفكركم إن فريقنا متصدر بمسابقة الدوري لحد دلوقتي برصيد 53 نقطة بلا هزيمة نمسك الخشب يعني وأسوان بيحتل المركز 13 برصيد 19 نقطة فريقنا النهاردة بيخش المباراة بقيمة غيابات طويلة جدا حسين الشحيات المصاب ومعا كمان محمد محمود وصالح جمعة المستبعد لأسباب فنية وكمان رامي ربيعة الموقوف التشكيل المتوقع النهاردة مش هيخرج عن التشكيل اللي عبنا به المطشات اللي فاتت لكن مركز المساك هو اللي فيه مشكلة طبعا رامي ربيعة غاب المطش اللي قبل اللي فات ورجع المطش اللي فات كان أيمن أشرف هو اللي غاب المطش اللي فات والمطش ده رامي ربيعة بيغيب تاني فالتشكيل المتوقع هيكون محمد الشنايو في حراس المرمى قدامه من ناحية اليمين محمد هاني وجنبه محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول وفي نص الملعب هيكون موجود ديانج والسولية وقدامهم جيرالدو وأفشا وأجاييه ووحيداً في الهجوم هيكون موجود مروان محسن طبعاً الأداء قدام الإنتاج الحربي ما كانش أحسن حاجة ومستر بايلر نفسه اعترف في ده في المؤتمر الصحفي لما قال إن احنا ضيعنا فرص كتير وما قدمناش المستوى المطلوب وكمان أهضرنا ضرب الجزاء في بداية الشوت الأول تراجع الأداء دوت ممكن يخلي مستر بايلر يفكر في تغيير النهاردة خاصة مع رجوع أحمد الشيخ اللي هيديله أوبشنز يتحرك شوية في الحتة الهجومية طبعاً ممكن نشوف أحمد الشيخ بيلعب كجناح وأجاييه يتقدم كراس حربة صريح ومروان يكون وراء ربحة عالدكة أو ممكن نشوف وليد سليمان نفسه بيبدأ مطش النهاردة ويكون عنده أحمد الشيخ هو اللي وراء رابحة تنزل الشوت الثاني تفيد الفريق مباراة النهاردة قدام أسوان هتكون فرصة للفريق لاستعدة الثقة قبل مباراة الدربي قدام الزمالك طبعاً أسوان احنا عارفين إنه هو دفاعه مش أحسن حاجة في الفريق هو لحد دلوقتي استقبل 30 هدف في الدوري كأضعف قطوط الدفاع في المسابة وكمان في الدوري الأول فريقنا قدر يحقق أكبر فوز في الموسم دوت عليه بنتيجة 5-1 الفرقة بيقابلها سوق حظ غريب في الدوري يعني سواء قبل التوقف مع كابتن مجدي عبدالعاطي أو بعد التوقف مع نجمينة السابق أحمد كشري اللي هيكون مدير فني لفريق النهاردة الفريق محققش أي فوز في الدوري من يوم 8 فبراير اللي فات لما كسب الاتحاد 1-0 وفي آخر مباراتين لأسوان قبل مطش النهاردة خسر من المقصة 2-1 وتعادل مع FC مصر 1-1 في المبارات اللي اضطرت فيها سلمون منسا جناح الفريق اللي مش هيكون موجود في مبارات النهاردة ودلوقتي من مدرجات ملعبنا استاد الأهل يوي السلام اللي بنتمنى نشوفكم فيها قريب هننقل تعليقاتكم على بوسط المباراة ونشوف بتقولوا ايه كأننا موجودين يعني مع بعض هنا في المدرجات بتا عمر لطفي الأهل بيقول قتله من أجل ندينا الحبيب يكون دايما على القمة ان شاء الله 2-0 لنا بسميع رفلة بيقول بالتوفيق ان شاء الله نكسب بس نخلي بالنا من الإصابات والإقافات علشان علي معلول ومحمد هاني وإحمد فتحي هيبقوا إقاف مطش الزمالك لو أخدوا انذاري النهاردة وربنا يسطر بقى إحنا في حاجة لكل اللعيبة أنا عايز أقول لك أن دي معلومة مش صحيحة المهدد بالإقاف بس في مطش الزمالك هو أحمد فتحي هو الوحيد اللي عنده إنذارين بقية اللعيبة يعني الدنيا تمام لو خدوا حتى إنذاري النهاردة هيكونوا موجودين في مطش الزمالك إن شاء الله وفيه أبو مازن وعمر بيقول ما الصعيدة اللي بيحبوكم مالهمش في الطيب نصيب ليه معاك يا أهلي لا طبعا ليكم في الطيب نصيب إن شاء الله النهاردة كل حبابنا الصعيدة وجمعير الأهل في كل مكان يشجعوا النادي الأهل النهاردة ونادي أسوان طبعا قلبنا معاه بس مش النهاردة معلش يعني عزرونا سليم حسني بيقول بالتوفيق إن شاء الله نصيك بكل من يرتدي الفانيلا الحمرى وبالتوفيق بإذن الله تعالى للجميع إن شاء الله محمد جمال هوري بيقول بالتوفيق بإذن الله ومروة خالد بتقول بالتوفيق يا رب إن شاء الله ومحمد علي بيقول ولو إن الواحد زعلان بسبب مباراة الإنتاج لكن يبقى الأهلي بالقلب دائما تحية الأهلي طبعا نطش الإنتاج كانت الظروف فيه يعني مش مظبوطة والفريق ما قدمش أحسن أداء بس ده طبيعي يعني تعاقب المباريات والضغط والغيابات الكتير اللي عندك لكن إن شاء الله النهاردة فرقة أسوان تبقى فرصة إن الفريق استعيده الثقة قبل مباراة الدير بيوم السبت إن شاء الله عماد أبو الصعود بيقول محتاجين للستوديو قبل المباراة بيوم على الأقل تمام هنبلغهم بالكلام ده وأبو عبد الله بيقول يا رب وأحلام بتقول بالتوفيق يا أهلي وهبة هبة بتقول بالتوفيق إن شاء الله يا رب فرحة أهلوية النهاردة أمال محمد اسماعيل بتقول اللهم منصر النادي الأهلي واحفظه من كل شر يا رب العالمين وعادل سمير بيقول لي ياسر لما لعبش النهاردة أساسي لازم ياخد ربع ساعة علشان يجهز لمطش يوم السبت ماشي يا عما عادل أبو محمد البيع بيقول إن شاء الله الأهلي يفوز 3-0 أفشا وأجايه وباجي نتمنى طبعا يا رب وعبد الرحمن أحمد بيقول ليه المطش على استاد القاهرة طبعا إحنا عارفين إن الأهلي كان متفق مع استاد القاهرة إن هي تستضيف باقي المباريات الموسم ده فإحنا عندنا الملعبين ممكن نلعب مطشاتنا هنا في السلام أو نلعب في استاد القاهرة فالجهاز الفني فضل إن المطش داي يكون على استاد القاهرة كبروفا يعني المطش الزمالك اللي هيتلاعب في القاهرة ومطش الوداد برضو في نص نهاية دور الأبطالة هيتلاعب هناك ونتمنى التوفيق يعني الندينة في أي مكان سواء هنا على ملعبنا ملعب الأهلي والسلام أو في استاد القاهرة وخليكم معنا لسه في مسابقة الستوديو التحليل النهاردة توقع نتيجة المباراة عشان ممكن تكسب واحد من خمس تشيرتات بتقدمهم الشرق الرعية واستنونا بقى يوم السبت المطش الزمالك عندنا كلام كتير جدا 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 هنقوله المطش طبعا هيتلاعب يوم السبت والدنيا رايقة وإن شاء الله الفريتين يوصلوا في معادهم ويلا أهلي العب يا أهلي العب يا أهلي العب يا أهلي